مرحبا برج الدلو اهلا فيكم الشريكي رانا انت دورت راسه عند العجلة الحظ ست الخماسيات تحب تسوي اللي براسك وتحب تخلي ايضا الامور مفتوحة في حياتك بدون ارتباط بدون تعلق هذا هي طبيعتك انت يا برج الدلو تفعل ماذا تشري ثمان الثمان الغصان شريكك فهم رسالتك بشكل واضح ولكن يحس ايضا انه مخذول او كأنما ما عندك القدر على الحب ما عاد عندك ثقة في الناس شريكك يرى ان انت فقدت الامل او الايمان فيه حتى وخمس الاغصان انت عنيد ومن نوع اللي توقف للشريكة على حبه برج الدلو شريكك مثل ما قلتلك هو كأنما قاعد ينظر لك من بعيد حتى في فترة الانفصال ويحسدك على الوضع اللي انت فيه ان انت من اكثر الابراد شجاعة تفعل ماذا تريد وما تسمح للاخرين بان يربطوك او يعلقوك خصوصا لما يكون الوضع الموجود امامك ما حسب توقعاتك ما تريده وايضا ما تبي انت ناجح في هذا الشيء فالشريك شوفك ان انت خليت خياراتك مفتوحة عندك خيارات عندك الكثير من الاشخاص اللي يرغبون فيك انت مرغوب يا برج الدلو ودورت راسك انا ما حاول معاك ايضا باكثر من اسلوب باكثر من طريقة ان يتفاهم ولكن ما صار هذا الكلام لان انت كنت واضح قلت ما تعني وفعلت ايضا ما تعني كنت واضح معا من البداية ما ادرفش الاهل مثلا قلت له اذا تريد ان احنا نكمل لازم تسوي كذا كذا اذا راح تسوي كذا راح اسوي كذا هنا عندنا نوع من الفعل وردة الفعل الفعل والنتيجة كنت واضح معا وهو هذا الشخص يعرف ان الافعال اللي سواها تجاهك اخطأ في حقك احتمال يعرف ماذا نهايتها ولكن ما كان يبدلك القدرة ان يسوي شيء غير اللي سواه ما كان يعني كأنما بالنسبة لك كان مقيد لدرجة ان مهما سوا في النهاية راح يخذلك مهما سوا في النهاية راح يخسرك ما كان وضع الخاص يسمح له ان يعطيك ماذا تريد في العلاقة او يستطيع ان يروع عينك لان هني مثل ما قلت لك انت عندك الكثير من الخيارات برج الدلو هو البرج اللي ست الخماسيات يعني له انه دخل الى حفلة كل الاهتمام منصب عليه هو مثل ما نقول نجم الحفلة لديه الكثير من الاشخاص اللي يرغبون فيه فمن سيختار الكل عينهم على برج الدلو من سيختار فانت كأنما ما عجبك هذا الشريك تركت يشوفك ان انت قوي ايضا ما عجبك الوضع معه صار الانفصال وحاليا بعد تستمتع في الحفلة تستمتع في الاخذ والعطاء مع اشخاص ثانين وايضا يراك ان انت ما عطيت فرصة للدفاع عن نفسه على طول احتمال عطيت بلوك نهية العلاقة وممكن ايضا القراءة تكون عكسية اعكسها بما يناسب وضعك مع الشريك لكن هو يحس ان انت هنا ما تفهمت معه وظليت تنتظر منه الزلة بس يخطأ عشان تنتهي العلاقة بالنسبة له يشوف ان العلاقة معك كانت نتيجتها اللي وصلت فيها لحد الان هو الانفصال حتمية عن نفسه temporada ماهاهي خطوته القادمة يا برج الدلو خصوصا اذا كنتوا تنتظرون رجوع ما هو الأشياء من المقربة على الأخطة خطوة القادمة لا تتوقع خطوته القادمة لان خطوتهارته خطوة ستكون بعد فترة جدا ضويلة عندنا فارس الأرض احتمال انك يا برج الدري تتعامل مع شخص برجة ترابي عذراء جدي ثور او حتى ناري ولكنه جدا بطيء بطيء ولكن عندما يصل سيثبت وجهة نظرة يعني مو قلت لك انما انت هنا في حفلة وعندك خيارات حتى لو ما تحس ان عندك خيارات تركين الاهتمام والاعين متوجهة نحوك يا برج الدلو عندما هذا الشريك في النهاية بعد زمن طويل يصل الى الحفلة اللي انت فيها الوضع اللي انت فيه رح يدخل ويدخل بقوة ويقول برج الدلو ملكي انا ملكي يا وحدي رح يحاول مدري ليش احس ان هذا الشخص دائما يحاول ان يقيدك انت معا تحس انك مقيد طبيعتك الهوائية مقيدة في حيرة احتمال انه مش واضح احتمال انه من برج الجدي او الحود لانهم اكثر الابراج اللي مش واضحين القمر هو برج الحود اوكي وعدم الوضوح وايضا تأثير برج الجدي على الابراج الهوائية العربة كرت الغصنين كرت الشراكة هذا الشخص فطوتها القادمة قلت لك بعد فترة طويلة رح يحاول عنده نوع من الطاقة اللي دائما يحاول ان يتملكك او يملكك لان انت طبيعتك هوائية منفتح انزين الكل يرغب فيك تفير اهتمام الكثير من الاشخاص وشريكك يلاحظ هذا الشيء فهني يريد كأنما يأخذك ويحطك في قفص او يحطك في علبة بعيد عن عين الناس رح يأخذه وقت طويل عشان يأخذ الخطوة اللي انت توقعها ولكن عندما يصل رح ايضا يضعك في حيرة ليش؟ لان اقول لك يا برج الدالو انت رح تكون في مرحلة خلاص واجهت الواقع وقررت بينك وبين نفسك ان تمضي قدما عن هاي الشخص وتمضي قدما عن هاي العلاقة فرجوها رح شوي كركب لك امورك في وقت قلت لك وقت اللي انت توقعها ما راح يأتي لما يمر زمن طويل وصير عندكم حتى المشيب وقتها رح يرجع ويرجع بقوة فسيضعك في حيرة لان انت اصلا مشيت مشوار بدونه وكأنما عندك هني انت حيرة بخصوص الشراكة صار لكم فترة طويلة مبتعدين عن بعض صار لكم سنين بعد اتكلم مع برج الدالو اللي راح تكون لها فترة ابتعات طويلة عن الشريك او الحبيب ومن ثم عندما يصل الى حياته مرة اخرى رح يكركب له الامور رح يخليه في حيرة لان اشوفك هني برج الدالو اصبحت قوي وعازم على ان تمضي قدما وتفتح لنفسك بزنس جديد شراكة جديدة عندك معجبين جدد فرجوع هذا الشخص من الماضي ومن علاقة سابقة رح شوي كركب لك الامور اللي بعدا ما الذي يخفيه الحبيب غامض غموضة غموضة وايضا انت يا برج الدالو انت كرتك كرت النجمة الزاهدة والمتصوف الهرمت يبحث عن النجمة يبحث عن النجمة يبحث عنك ولكن اللي قاعد يخبئه ان رح يأخذ وقت طويل من اجل ان يحصل عليك احتمال الامور متعلقة بشيء مادي بشيء خص نضوج هذا الشخص واكتشافه لمكانتك في حياته ممكن ولكن رح يأخذ وقت طويل عشان يطلع من هاي الحالة حالة العزلة والوحدة والابتعاد عن الحب بشكل عام ولكن كثير التفكير فيك يحلم فيك وايضا يرى كوابيس بخصوصك واسوأ مخاوفه اسوأ مخاوف شريكك ان انت تكون مع شخص ثاني دائما كانما في تفكيره ان انت محاط بالاشخاص محاط بالاهتمام قاعد يفكر من حاليا اللي عندك انت في علاقة حب من حاليا اللي قاعد يسأل عنك موجود في حياتك عنده كثير من هوس في هاي الامور فارس السيوف احتمال ان عنده نية ان يكمل تعليمه او او يعني يسافر وانه ايضا عنده مهمة خاصة تخص العمل اوكي بداية الجديدة ثمان الاكواب هذا الشخص كأنه بينه وبين نفسه قرر لوحده ان انت يا برج الدلو تستحق افضل وتستحق انه ايضا ينضج ويحقق لك استقرار افضل في العلاقة في الزواج استقرار مادي احتمال فكأنه اوهني مضطر انه ياخذ رحلة طويلة عشان يستطيع يوم الايام يجد هاي البداية الجديدة ولكن عنده قلق قلق انه عندما يرجع ويكون مثلا حقق اللي يريد ان يحققه من اموال من نضوج من استعداد للارتباط مرة ثانية من يعالج مشاكله نفسية احتمال ايضا هذا الشخص عنده مشاكل نفسية ما يحترف فيها عنده نوع من الهوس بالتفكير عنده نوع من الوسوسة عنده نوع من الغموض يظهر شيء ولكنه يضمر شيء ثاني مختلف جدا هذا نوع من الهوس النفسي ترى فهو محتاج رحلة طويلة يعالج وينضج فيها اكبر مخاوف ان يرجع ويلقاك عندك العربة وعنده ثمن الاكواب يرجع وما يلاقيك او يلاقيك مع شخص طاني يلاقيك ذهبت ورحلت فعلا مو فقط من اجل تخويفه ولكن فعلا رحلت سواء لوحدك او مع شخص طاني اوكي اللي بعده قراءة العزاب بصر اوكي موالك موالك من قادم في طريقك ما هي مواصفاته واطقعاته العربة مرة أخرى لا تنسى أن في قراءة المنفصلين أنت كان عندك العربة كارت المضي قدما التحكم بزمام الأمور الغصنين تكرغت الكارتات خلاحية تخلطها مرة ثانية سنرى الغصن الصغير الخماس الأول شخص يحاول أن يستملك لأن أنت مسهل أن تستملك يحاول أن يدخل إلى قلبك يغريك إغراء عندنا طاقة الإغراء ومشارط الإغراء ممكن يكون بالحب ممكن يكون غزل ممكن يكون بالأمور المادية جانبة عندنا الخماس الأول ممكن يغريك حتى بالارتباط ليش؟ لأنه يعرف أن أنت مسهل أن يحصل على أهتمامك ووقتك وأيضاً مسهل أن تقنع برج الدلو أن يكون في علاقة التزام فقاعد يحاول هنا أشوفه يفكر ماذا يحب برج الدلو؟ ماذا يريد برج الدلو الآن من الحياة؟ أنا أقدر أقدم له عشان يقبل أن يكون معي مهما كان الثمن أنت قاعد تتعامل مع شخص مهما كان الثمن مستعد أن يدفعه وراء أميرة الأغصانة والغصن الصغير يوجد شخص عملاق نية كبيرة نية كبيرة شخص راسم عليك أنت ومستعد أنه بأي ثمن يحصل على مستقبل معاك العربة مرة أخرى ملك الأرض تزع السيوف كأنما قراءة العلساب قريبة أو ترتبط نوعاً ما بقراءة المنفصلين إذا أنت يا برج الدلو خرجت من العلاقة وأنهيتها ومستعد لدخول شخص جديد في حياتك هذه بالضبط القراءة من أجلك هنا يقول لك أن أنت تحاول أن تمضي قدماً مثل ما قلت لك في قراءة العزاب أرجع لقراءة العزاب تحاول أن تمضي قدماً من علاقة علاقة مع شخص من برج ترابي جدي عذراء الثور تحاول أن تبتعد عنه تحاول أن تهرب لا تأثير عليك لمكان احتمال في قلبك ولكن أول كرتين أهمة فقط اللي يخصون الشخص الجديد ترى اللي قادم في طريقك خلنا نرى في الشخص الجديد ما هي مواصفاته وأطباعه ومنيته ما علينا من الشخص القديم لأن أنا أصلاً تكلمت عنه في قراءة المنفصلين أرجع لقراءة المنفصلين اللي في أول الفيديو مواصفات الشخص الجديد مواصفات الشخص الجديد قبل أن يدخل حياتك سيجمع عنك المعلومات قلت لك ماذا يريد؟ برج الدلو أربع السيوف مر بتجارب في السابق نعم وعنده لحد الآن علاقة من فصل منها ولكن ما أنهاها بشكل كلي تسع الأكواب تسع الأكواب هو تحقيق الأمنية هو كرت فرعي لكرت النجمة النجمة هي الطاقة الأصلية لبرج الدلو تحقيق الأمنية هذا الشخص وقعت عيناء عليك من بعيد احتمال حتى أنت لم تلاحظه أو لن تلاحظه في المستقبل سيلاحظك هو وسيرسم عليك رح يراقبك رح يحاول يعرف لماذا أنت ممتنع عن الحب؟ هذا الشخص طاقة شوي تخوف لأنه أشوفه يستطيع أن يقراك يقرأ حتى روحك غرأ أنه عنده احتمال أنك رح تتعامل مع شخص هو أيضا هوائي أو ذكي جدا إذا كان مو برج هوائي يدلو ميزان جوزاء إنسان جدا ذكي يعرف يحسب بالملي قبل أن يدخل حياتك ويكركبها رح يكون جدا مخطط ناجح يرسم عليك ولكن بطريقة ذكية في النهاية بدون أن تدرك رح تجد نفسك في وضع معه أو في شراكة أو في زواج أو في علاقة في النهاية هذا شخص مستعد أن يدفع الثمن عشان يحصل عليك ممكن يكون أيضا برج شخص من برج ترابي ولكن شخص جديد أو حتى ممكن قاعدة أشوف هني سوناريو شخص من الماضي البعيد برج ترابي سيرجع لك بعد طول قياب بعد اختفاء فترة طويلة سيرجع من أجل أن يحصل على النجمة أن يحقق أمنية لطالما تمنىها وهو أن يكون معك وإذا كنت تتوقع وتتمنى شخص جديد فأتوقع أيضا برج ترابي أو مائي هذا الشخص أنضج منك سنا وفكرا وهني قاعدة أشوف أن تعليم أقل منك ولكن بكاء وخبرة في الحياة هو أخبر منك عند ملك الأرض يمتلك الأموال كريم في الأموال ولكن ما راح على طول يغريك بالأموال لأن برج الدلو ذكي ما يقع عندك العربة تحاول أن تنضي قدما صح ما راح تقع في أول أغراء يصادفك في الطريق لذلك أنت تعامل مع شخص ذكي راح يسأل نفسه ما الذي فعلا أقدر قدم إلى برج الدلو وما راح يقدرك قاومه هل هو الزواج؟ هل هو الحب الشاعري؟ هل هو الاهتمام؟ راح يعطيك اللي أنت تتمنى وتطلبه ولكن احذر أنا مع هذا الشخص لأنه جدا طاقة طاقة الذهاء والذكاء احذر أن أنت تحصل منه على ما تريد أولا يحقق لك أمنيتك بعدين تحقق لأمنيتك أوكي؟ وهنا عندك أيضا كرة عدم التسرع في الحب عليك أول أن تفهم حقيقة هذا الشخص تعرف نواياتك تشبه قبل أن تدخله لحياتك عشان كأنه مهني السيناريو إذا نجحت أنت في التحكم في مسار هاي العلاقة مع هاي الشخص راح تحصل على مرادك وإذا ما نجحت راح هو يحصل على مراده أنت تعامل مع شخص جدا ذكي مواصفات الشكلية شخص قوي البنية قوي الشخصية يحب أن يكون هو المعيل هو اللي يصرف عليك هو اللي يهتم فيك هو اللي يحط لك البرنامج والموافقات على الأمور اللي راح تسويها وهذا ضد طبيعتك الهوائية ولكن هو يحب هذا الشيء يحب أن يهتم فيك وبأدق تفاصيلك وعين على الارتباط أو الزواج أو أن يكون معاك بتملك عند أيضا طاقة التملك هذا الشخص لا أدري ليش أبراج الهوائية خصوصا الدلو دائما اللي يأتون في طريقة من الأبراج الترابية بسبب الإنجذاب احتمال للطبيعة الهوائية لأن تملكها أبراج الدلو قد لقي احتمال أيضا أنه لا حد الآن في زواج أو في علاقة ولكن منفصلين ولكن لم ينهيها بشكل رسمي اللي بعده قراءة المرتبطين طبعا المرتبطين يمكن يكونون مرتبطين في زواج أو علاقة أو حتى خطوط أول سؤال كيف يراك الشريك في هذه الفترة إذا كنتم من زوجين وبينكم أبناء الشريك يحس إن أنت كثيراً تدقق على الأمور السلبية داخل المنزل كثير صارم مع الأبناء وكثير حتى صارم مع الأهل مع الأطراف اللي موجودة في العلاقة إذا كنتوا غير متزوجين فأنت قاعد تدقق على أفعال الشريك ويحسك أن أنت تدقق عليه لأنك مش فاهمة وإن كان يراك أن أنت إذا أردت يا برج الدلو أن تفهمها ستفهمها ولكنك هناك أنا ما رافض أن تفهمها ولكن أين سيذهب منك إلا إليك معاك يحصل على كل شيء في الحياة عندنا كارتين بينون الوفرة وجود كل ما نتمنى الأمبراطورة الرخاء اكتمال وإيجاد كل شيء وأيضا الساحر يمتلب كل العناصر العالم برج الدلو الشريك يرى أن أنت ما تحب أن يخليك أو ما تحب أن تعيش الحياة حسب معاييرها حسب معايير أهله حسب معايير المجتمع أنت كأن ما هني قاعد ينظر لك من بعيد ويراك تنجح في كل مرحلة ولكن بأسلوبك الخاص بذكاء بأن تتصرف أن أنت مفكر مستقل تتصرف مستقل الناس كلهم يروحون يمين أنت تحاول تروح يسار من أجل أن تكتشف تحب الاكتشاف ولكن فقط الأشياء اللي ما يحبها فيك هذه الفترة أنه محتار معاك أوكي؟ لماذا أنت ترفض أن تفهمه أو ترفض أن تتفهم معه ليش أنت شوي سيرعسه بعنيد أو أما تسوي للي أبيه أو أبتعد عنك عندك هاي النوع من الطاقة كأنما هني أيضا قاعد تضغط عليه باستخدام أشياء خارجية الساحر ممكن يكون أيضا متلاعب قاعد تضغط عليه بأكثر من أسلوب أوقات تضغط عليه باستخدام أهله أهلك ضده الأموال أي شي بينكم التواصل حتى الأبناء قاعد تضغط عليه وهو مش قادر يفهم طبيعتك في هاي الفترة وإن كان يشوفك لو أرد أن تفهمه تقدر يشوف فيك الشريك المثالي اللي تمتلك جميع المقومات اللي يحبها العناد التمييز الرخاء التفكير المستقل ولكن أحسك أنه مش فاهم الفترة هذه اللي بعد ما هي نقاط قوتك العلاقة نقاط قوتك أربح السيوف قلتلك أساليبك يا برج الدلو إما تعطي برج الدلو أنت أساليبك ما تنتهي جعبتك عندك السيف عندك الخماسي عندك الكوب وعندك الغصن جعبتك مليئة بالحيل اللي تقدر تسويها نفذها عشان تحصل على ما تريدها توجد المستحيل لنفسك هذا من نقاط قوتك أيضا ولكن كأنما قاعد تستخدمها ضد الشريك في هذه الفترة القوة برج الأسد دائما برج الدلو يعتبر الكاونتر بار الكاونتر بار لبرج الأسد ما بقولك العدو اللدود ولكن الشخص البرج يستطيع أن يقف أو يواجه قوة برج الأسد لأنه متمرد لأنه حيله ما تنتهي لأنه مسترطقته ما ينتهي عند علامة الانفينيتي فوق رأسه لأنه في الهواء لأنه يمتلك السيطرة على عناصر العقل أساليب العقل أساليب الدهاء الذكاء التلون أقدر ألبس أي ثوب أي شخصية كل يوم هذا ترى من نقاط قوتك ملك الأرض مو فقط الهواء حتى عناصر الأرض تمتلك السيطرة عليها كأن مشاريكك هنا يحتمال كبير أن يكون من أبراج الترابية جدي ثور عذراء ولكن عيناها عليك عرفت لا يحب أحد غيرك ولا يريد أحد سواك ولا يستطيع أحد أن يجذب انتباهك كما أنت جذبت انتباهها هاي من نقاط قوتك أن يتعرف أن يتحسسها بالمرارة الساحر ممكن يطلع أو يسوي أي حيلة الحيلة ممكن تكون إيجابية وممكن تكون مخيفة يعتمد على الساحر نفسه طاقة الخاصة أنت كأنه لا يتعرف أن تكون لشركك من نقاط قوتك أما تسوي الأمور التي أنا أبيها أو الأمور التي من حقي الأمور التي أنا أستحقها أو رح أريك نجوم الليل في عز الظهر هاي النوع من الطاقة تعرف كيف تكون إما إيجابي أو سلبي تعرف كيف تتلون هذا يقول لك يا برج الدلو من نقاط قوتك ماذا تفعل لكي تحافظ على العلاقة أو تطورها احتمال أنك أيضا شركك من الأسد أو من الأبراج النارية كارت القمر برج الحود العدالة برج الميزان السيف الصغير خمس الغماسيات البرج برج الدلو عشان تستطيع أن تمسك العصى من النص أنت محتاج إلى التوازن ما بين الطاقة ما بين الطاقة الإيجابية أن تقط الحبيب كل ما يتمنى وما بين الطاقة السلبية اللي رح أقلقك ورح أخيفك ورح أحسسك بضعم المرارة اللي أنت قاعد تحسسني إياها محتاج التوازن في الطاقة محتاج أن ما تظهر لشريكك الجانب الهوائي منك للفترة القادمة جانب العقل جانب الذكاء جانب الحساب جانب التقييم حاول أن تعكس الطاقة تروح إلى طاقة الماء هنا عندك برج الحود طاقة الماء هي طاقة الحب طاقة التفاهم ممكن أنت غلط وأنا أحاسبك أو ممكن أسامحك طاقة الماء هي طاقة التشافي المسامحة خذ الجانب الإيجابي في الفترة القادمة مع شركة لأن أشوف في السابق كنت شوي تدقق عليه أو تحاسب أو تحب أنك تسوي إلى أسلوب حبة بحبة العين بالعين وهي تنرح من الطاقة عندين ولازم الظل تتذكر شوف يا برج الدلو لا تهدم كل شيء أنت بنيته عندك البرج لحظة انهدام البرج وخمس الخماسيات تذكر شغلة واحدة أن أنت كما شريكك عندك الكثير لتخسر في هاي العلاقة أنت استثمرت أنت أيضا لو حدث لا سمح الله الانفصال أنت أيضا رح تخسر مو فقط شريكك مو فقط لأنه أنت تملك جميع الحيل والأساليب والذكاء أنت أيضا حقيقة الوضع أنه رح تخسر رح ينهدم عندك أساس تعبت عليه طائما تذكر أنه أنت لا ترغب أن تهدم جهودك مع هاي الشخص ترغب أن تحافظ على الأبناء الزواج والارتباط خل هذا الشيء أمام عينك عشان تقدر تظهر للشريك طاقة الماء طاقة التفاهم طاقة حتى وإن كنت واثق من أخطاء الشريك سو نفسك مش فاهم سو نفسك تلميذ وإن كنت فاهم أكثر منه في أمور كثيرة خذ طاقة التلميذ طاقة المستعد أن يتعلم ويخطأ مع شريك لأنها هي شراكة نخطأ مع بعض نتعلم مع بعض أفضل ما يكون شخص واحد منكم يترك خارجا يحس أن أنا لوحدي في حي الشراكة كبير للدلو هذه كانت